السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته درر من أقوال السلف الصالح الفرق بين الغيبة والنميمة الفرق بين الغيبة والنميمة قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى اختلف في الغيبة والنميمة هل هما متغايرتان أو متحدتان والراجح التغاير وأن بينهما عموما وخصوصا وجيها وذلك لأن النميمة نقل حال شخص لغيره على جهة الإفساد على جهة الإفساد بغير رضاه سواء كان بعلمه أم بغير علمه والغيبة والغيبة ذكره في غيبته بما لا يرضيه فامتازت النميمة بقصد الإفساد فامتازت النميمة بقصد الإفساد ولا يشترط ذلك في الغيبة ولا يشترط ذلك في الغيبة وامتازت الغيبة بكونها في غيبة المقول فيه واشتركا فيما عدا ذلك ومن العلماء من يشترط في الغيبة أن يكون المقول فيه غائبا والله تعالى أعلم المصدر كتاب فتح الباري درار من أقوال السلف الصالح إياك أن تكون مدلا على الله بطاعتك محتقرا لغيرك من المسلمين قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى ولعل كسرته بذنبه وما أحدث له من الذل والخضوع والإزراء على نفسه والتخلص من مرض الدعوى والكبر والعجب وقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب أنفع له وخير من صولة طاعتك وتكثرك بها والاعتداد بها والمنة عرى الله وخلقه بها فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله تعالى وما أقرب هذا المدل من مقت الله تعالى المصدر كتاب مدارج السالكين درر من أقوال السلف الصالح صبر اللائم يكون في سبيل أهوائهم صبر اللائم يكون في سبيل أهوائهم وشهواتهم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى اللائم اللائم أصبر الناس في طاعة أهوائهم وشهواتهم وأقل الناس سبرا في طاعة ربهم فيسبر على البذل في طاعة الشيطان أتم الصبر ولا يسبر على البذل لله في أيسر شيء ويسبر على ما يقال في عرضه في المعصية ولا يسبر على ما يقال في عرضه إذا أوذي في الله بل يفر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية أن يتكلم في عرضه في ذات الله ويبذل عرضه في هوى نفسه صابرا على ما يقال فيه على ما يقال فيه فهو أصبر شيء على البذل والتبذل في طاعة الله عفوا والتبذل في طاعة الشيطان أو مراد النفس وأعجز شيء عن الصبر على ذلك في الله وهذا أعظم اللؤوم المصدر كتاب عدة الصابرين درر من أقوال السلف الصالح فضائل العلم ومراتب العلم فضائل العلم ومراتب العلم من فضائل العلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله سمع مقالتي ثوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه صحيح التلميذ للألباني قال الإمام بن القيم رحمه الله ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكفى به شرفا لكفى به شرفا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه وهذه هي مراتب العلم وهذه هي مراتب العلم أولها وثانيها أولها وثانيها سماعه وعقله فإذا سمعه وعاه بقلبه أي عقله واستقر في قلبه كما يستقر الشيء الذي يوعى في وعائه ولا يخرج منه ولا يخرج منه وكذلك عقله هو بمنزلة عقل البعير والدابة ونحوها حتى لا تشرد وتذهب ولا ولهذا كان الوعي والعقل ولهذا كان الوعي والعقل قدرا زائدا على مجرد إدراك المعلوم المرتبة الثالثة من مراتب العلم تعاهده تعاهده وحفظه حتى لا ينساه فيذهب المرتبة الرابعة تبليغه وبثه في الأمة ليحصل به ثمرته ومقصوده فإن العلم لم ينفق منه فإن العلم ما لم ينفق منه ويعلم فإنه يوشك أن يذهب فإذا أنفق منه نمى وزكى على الإنفاق فمن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة لجمال الظاهر والباطم فالنظرة في وجوههم والسرور في قلوبهم فالنعيم وطيب القلب يظهر نظارة في الوجه المصدر كتاب مفتاح دار السعادة درر من أقوال السلف قال الإمام بن القيم رحمه الله اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذلوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه فلها نور وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري ومنهم من نورها في قلبه كمشعل عظيم وآخر كالسراج المضيء وآخر كالسراج الضعيف ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة وعلمة علما وعملا ومعرفة وحالا وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحارق من الشبهات وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنب إلا أحرقه وهذا حال الصادق في توحيده وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها فسماء إيمانه فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته فلا يلان فلا عفوا فلا ينال منها السارق إلا على غرة وغفلة فلا بد منها للبشر فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استن استنقذه من سارقه أو حصل أو حصل أضعافه بكسبه أو حصل أضعافه بكسبه فهو هكذا أبدا مع لصوص الجن والأنس ليس كمن فتح لهم ليس كمن فتح لهم خزانته وولى الباب ظهره والمصدر كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى درر من أقوال السلف الصالح لا تنسوا إخوة الكرام الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم بإذن الله يوميا فيديو جديد على منهج علماء السلف الصالح هذه القناة بإذن الله وتوفيقه يوميا مقتطفات من كتب السلف فوائد من كتب السلف بإذن الله تعالى وتوفيقه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك